السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحلام عالم مليء بالغموض ومحاط بعلامات استفهام كتير عالم بنعيشه كلنا بنفس حالة الغموض مع اختلاف الظروف اللي بنتحط فيها جوه الحلم بنسأل نفسنا هل العالم ده عالم موازي ولا مجرد خيال هل أفكارنا فعلا هي اللي مسؤول عنه ولا في عامل تاني هو اللي بيحدد ويختار أحلامنا كل ليلة إيه هي حلقة الوصل بين الحلم والحقيقة وهل في إمكانية إننا نقدر نتحكم في أحلامنا ونعيش جواها كأنها عالم حقيقي ويكون لنا إرادة حرة في اختيار الظروف اللي جواها كل دي وغيرها من الأسئلة بتفتح مجال لنقاشات غير محدودة وملهاش نهاية لكن من أكثر التجارب تشويقا في إطار الأحلام هو تجربة فريدة من نوعها بنحس فيها وإحنا بنحلم إننا فعلا جوه الحلم وبنكون حسين بنفسنا وبجسمنا وبكل حاجة لكن جوه حلم تجربة بتربط الوعي باللاوعي في مشهد مليان بالإصارة والتشويق فتلاقي نفسك واعي تماما بالحلم وقادر تمارس شوية حاجات ما تقدرش تمارسها في عالم الواقع زي إنك تطير في الهوى أو تخترق الجدران أو توصل لمعلومة مستحيل الوصول لها في الحقيقة وده أصار الفضول عند علماء العصاب وعلماء النفس على مدار السنين وفضله دايما يجروا وراء سؤال واحد بس هل ممكن الإنسان يتحكم في حلمه ويختار المكان والزمان؟ ولا لا؟ أهلا بكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن الحلم الوعي وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول الأحلام اللي كلنا عارفينها هي أحلام بنكون فيها فاقدين تماما للوعي وعلماء العصاب بينوا إنه في النوع ده من الأحلام النشاط الدماغي لمنطقة الفص الجبهي والقشرة الدماغية عند الإنسان بتكون مطفية تماما وبالتالي الوعي عندك أثناء الحلم بيكون ملهوش وجود وكل اللي بيحركك جوه الحلم هو الجزء اللا واعي في الدماغ أو اللي بيطلق عليه بعض الناس العقل الباطن وده الجزء من الدماغي المسؤول عن الأفعال اللا إرادية اللي انت بتعملها زي آلية التنفس أو انقبض العضلات أو حركة رموش العين وبيكون شغال طول الوقت ولا بينام ولا بيريح على عكس العقل الواعي واللي بيحتاج يرتاح من وقت للتاني علشان تحصل عمليات البناء والصيانة للجسم وبما إنك في النوع ده من الأحلام واللي بيطلق عليه اسم الحلم اللا واعي أو الحلم اللا إرادي فبتكون فاقد تماما للوعي وفاقد لفكرة انت مين بالزبط وعايش في أنهي فترة زمنية فلو فرضا حلمت إنك ملك من ملوك العصور المصرية القديمة هتلاقي نفسك في الحلم مصدق ده وبتفضل طول الحلم تتعايش مع ظروف الزمن والمكان اللي انت فيه زي ما لقيتهم جوه الحلم من غير ما تنكر إن كل ده مش حقيقي لحد ما تصحى من النوم لأي سبب من الأسباب ويرجع لك وعيك وتبتدي ساعتها تفهم إن كل ده كان مجرد حلم وده هو النوع الأكثر شهرة واللي كلنا بنتعرض له أما بقى النوع الأقل شهرة لكن الأكثر تشويقا هو الحلم الواعي أحد أشهر الخبراء والبحثين في قضية الحلم الواعي تيم بوست بيحكي عن كابوس شاف وهو طفل صغير كان في مكان واسع ما فيهوش أي شوارع أو أشجار أو أي حاجة من الحاجات اللي احنا متعودين نشوفها في الأماكن حوالينا كانت مجرد زنزانة وهو واقف وراها وماسك في القطبان بتاعتها وشايف من وراها ساحرة شريرة منظرها مرعب صحي تم من النوم وجري على قوضة أمه صحاها وحكالها على اللي شافه فطمنته وقالت له إن ده مجرد حلم وإنك لو حلمت بيه تاني خليك فاكر إنه مش حقيقي وما فيش داعي لكل الرعب اللي انت حاسس بيه وبعدها دخلي نام تاني وبعد كم ساعة حلم بنفس الكابوس بنفس التفاصيل وقدرك تماما هو مين وقدر يتحسس جسمه وشاف إيديه زي ما هي في الحقيقة وبقى متأكد إن كل ده مش حقيقي لحد ما صحي من غير أي حالة فزع أو رهاب نفسي نتيجة الكابوس المرة الأولى اللي حلم فيها تيم بالكابوس كانت حلم لاواعي وكان تيم فاقد لوعيه بالكلية ومش قادر يعرف إن الظروف دي مش حقيقية وده على عكس المرة التانية واللي كان مدرك فيها هو مين وإنه لا ينتمي لهذا المكان وعرف تيم الحلم الواعي على إن حلم مرن للغاية بيبقى فيه الإنسان معاه عصاية تحكم يقدر يشكل من خلالها الظروف اللي جوه الحلم حسب ما هو عايز ابتدى الاهتمام بالحلم الواعي في خمسينيات القرن العشرين وكانت كلها مجرد أفكار وأطروحات متدولة بين مجموعة من المفكرين والعلماء وما كانش معاهم أي إثبتات علمية تؤكد على إمكانية وجود النوع ده من الأحلام وفضل الحل على كده لحد ما وصلنا للسبعينيات من نفس القرن وابتدينا نشوف تجارب مختلفة كمحاولات للتواصل مع الشخص النائم أثناء مروره بالتجربة دي وكان الباحثين أثناء التجربة بيوصلوا مجموعة من الأقطاب الكهربائية بالمتطوع اللي كله دوره في التجربة إنه يسترخي وينام وأول ما يمر بالحلم الواعي ويتأكد إنه في حلم يبتدي يتواصل مع المختبر أو المعمل اللي هو فيه وهو نايم وكانت أول تعليمات بيدوها للمتطوعين إنه يبتدي يحرك دراعه أو إيديه أو حتى صباع من أصابع اليد لكن اللي كان بيدخل في حالة الحلم كان بيبقى في حالة شلل تام وجسمه بيكون عاجز عن الحركة بالكلية وفشلت التجربة تماما وما قدروش يخلوا المتطوع يتواصل معاهم وهو جوه الحلم وما حصلش أي تطور في الأبحاث لحد عام 1980 لما جه علم اسمه ستيفن لبرج وابتدى يفكر بشكل مختلف لما لاحظ تحرك العين المستمر في مرحلة معينة أثناء النوم والفترة دي هي اللي بيطلق عليها مرحلة الريم سليب أو الرابد آي موشن أو حركة العين السريعة ودي الفترة اللي الإنسان بيكون فيها بيحلم فعليا وحتى لو حلمه استغرق ساعات كاملة إلا إنه في الحقيقة بيستغرق بضع ثواني أو دقائق فابتدى ستيفن يعكب مستقبلات كهربائية على الجفون وعلى منطقة الدماغ بالكامل علشان دي هتبقى الطريقة اللي هيقدر من خلالها إنه يخلي المتطوع يبعث إشارات للمعمل لما يدخل في مرحلة الحلم واتفقوا إنه أول ما يعرف إنه جوه حلم يبدأ يحرك عين ويمين وشمال وهو جوه الحلم وبدأت التجربة وابتدى كل القائمين عليها إنهم يتابعوا الإشارات اللي بيستقبلوها واللي كانت معروضة على هيئة أربع إشارات على الشاشة اللي قدامهم إشارة خاصة بنشاط الدماغ وإشارة خاصة بحركة العين ناحية اليمين والثالثة خاصة بحركة العين الشمال وإشارة ربعة خاصة بحركة العضلات بتاعة الجسم وابتدى المتطوع التجربة ودخل في حالة نوم عميق وكما كان متوقع الإشارة الوحيدة اللي كانت سبتة تماما هي الإشارة الخاصة بعضلات الجسم لأن زي ما قلنا أثناء فترة الحلم بيكون الجسم في حالة شلل تام لكن عند ديئة معينة بدأوا يلاحظوا اختلاف نشاط الدماغ عن الطبيعي وفي نفس الديئة لو الإشارة بتاعت حركة العين اليمين نشطت ولما اطفت ظهرت إشارة حركة العين الشمال وفضلوا هما اللي اتنين نزلين طالعين لمدة ديئة وفي الديئة اللي بعدها حصلت حاجة غريبة لو إن نشاط الدماغ بيديهم إشارة إن الشخص صحي مع إنه كان لسه نايم وفي آخر ديئة من التجربة لو إن إشارات حركة العين بتدت تطلع وتنزل تاني ووقفت فجأة وبعدين طلعت ونزلت بانتظام لحد ما صحي المتطوع من النوم ولما قام سألوه انت حلمت بإيه بالظبط رد عليهم وقال في البداية دخلت في الحلم وكنت مدرك إن بحلم فافتكرت كلام كملية وحركت عيني يمين وشمال بسرعة بعد شوية شفت جوه الحلم إنه صحيت وأحد الباحثين جي ناحيتي وأمشد الأسلاك بعنف فاستغربت وقلت أكيد في حاجة غلط لإن مش طبيعي إنه يتصرف كده وإحنا في تجربة ودي غالباً كانت اللحظة اللي شافوا فيها إشارات الدماغ بتقولهم إن الشخص صحي مع إنه كان لسه نايم وكمل كلامه قال وأخيراً لما أدركت إن لسه بحلم ابتدت أحرك عيني يمين وشمال من جديد واستنيت شوية وبعدين قررت الحركة كتير علشان أكد لكم إن أنا بحلم وواعي تماماً إني جوه الحلم واستمر العلماء بعدها يعملوا تجرب كتير على نفس الظاهرة وكان أبرزها سنة 2010 و2011 و2012 واللي بعدها بدأ العلماء يغيروا فكرتهم عن إمكانية التحكم في الأحلام عن طريق الحلم الواعي استخدم الباحثين تقنية الـ F-MRI ودي تقنية بيصوروا بيها وظائف أعضاء الجسم بالرنين المغناطيسي ومن خلاله بيرقبوا تدفق الدم جوه الأوعية الدموية في مناطق مختلفة من الدماغ وخلوا أحد المتطوعين يقفل إيده ويفتحها وهو تحت الفحص وشافوا أنهي منطقة من دماغه ونورت ونشطت وبعدين قالوله لما تبقى جوه الحلم وتعرف إنك في حلم ابدأ افتح إيدك وقفلها بنفس الطريقة وبالفعل بدأت التجربة وفدل يفتح إيده ويقفلها وكانت النتيجة إنه رغم السكون التام لجسمه وهو نايم إلا إن نفس المنطقة من الدماغ نورت ونشطت نتيجة حركة إيده جوه الحلم لو افترضنا إننا نقدر نتحكم في أحلامنا بالفعل إيه اللي ممكن نستفاده من حاجة زي كده؟ الإجابة على السؤال ده بيقترحها علماء النفس والأعصاب بإنه ممكن يتم استخدامها في علاج بعض الحالات المرضية اللي زي الطرابات مع بعض الصدمة واللي بيتعرض لها كتير من الجنود اللي بيشاركوا في الحروب واللي بسببها بيفضلوا يحلاموا بكوابيس كتير تخص الحرب واللي بتتحول بعد كده لحالة أرق واللي بتتحول بعدها لحالة اكتئاب ساعتها ممكن نساعدهم إنهم يعرفوا إن دي مجرد أحلام ونعلمهم إزاي يتحكموا في الحلم ويسخروه لصالحهم علشان يقدوا تماما على حالة الفزع اللي بتحصل لهم نتيجة الكوابيس وبعض البحثين بيطمحوا إن زي ما شفنا في فيلم انسبشن إننا نقدر في يوم نبني نموذج للزمان والمكان بتاع الحلم وندخل جوها علشان نوصل لمعلومة محطوطة في مكان يصعب الوصول ليه في الحقيقة أو إن احنا نخوط في ذكرى ملحة علينا علشان نقابل شخص مفتقدينه من زمان وغيرها من الأفكار اللي ممكن من خلال الحلم الواعي يتم تطبيقها وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن الحلم الواعي تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة